وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تسعى لخلق محور جديد لصغار المستثمرين والمطورين لدعمهم وأكد أن الوزارة ستقوم بطرح صناديق استثمارية لتمويل المشروعات السكنية بطرق محفزة برضو من ضمن الحاجات المهمة أنه سيبقى عندنا نوع من أنواع التنوع في أسلوب التمويل اللي خاص بالوحدات السكنية والرصيد اللي موجود يعني إحنا دلوقتي ممكن نكون بنبيع من خلال شركات تسويق أو من خلال منصة الهيئة لكن إحنا برضو هيبقى فيه سنديق استثمارية إحنا هنعملها إن شاء الله أو سقوق هتنزل برضو تباعاً وهنتحها للمواطنين يعني بحيث أن إحنا عندنا تنوع في أسلوب إدارة تمويل المشروعات اللي خاصة بينا وكيفية تسويقها وترويجها